مرحبا ويسعد وقتكم إن شاء الله يارب تكونوا بخير وصحة كويسة عطر سريعا إذا كنت مو من عشاء العود أو من الناس المهتمين كتير بعطور النيش وأتبحر بأسرار العود وعمق العود وفخامة العود أو مو من الناس اللي أنت ميال للعود فهذا الفيديو بعتقد أنه مش راح تحبه بكل أحوال هذا العطر الديدوف نايت هو من شركة سترينج لوف يعتبر من أغلى العطور بالعالم بمكوناته الطبيعية لطبعا المصمم العطور يلي كان من وراء هذا العطر هو كريستوف ليموند السيدة إليزابيت هي اللي كانت أحد المطورين لهذا العطر ومن وراءه الأنف العطري كريستوف العطر يفتتح أو خلينا نقول أول شيء أصدر عام 2014 يفتتح العطر بالبرجاموت والأوراق أو أوراق البنفسج الخضراء وفي قلبه اليسنين والورد وفي قاعدته العود والعنبر البخور والصندل العطر للوهل الأولى بتحس إنك عم تشم العود التقليدي الهندي أو الكمبودي يلي متشابه بكتير من العطور ودخلت النوتات الصناعية ويعني ألدت كتير من مكونات العود أو كانت أكوردات كتير تشبه العود ولكن ما يلبث أن يهدأ حتى تبدأ تشم التوليفة الرائعة من العود والورد باحتضانه إلى نوتة العود ومهدف بطريقة كتير كتير رائعة وبعدين بنصير نشم النوتات الجلدية يلي ما نمع لني بالعطر ربما من تآلف يكون العنبر أو الرائحة الأنيمالاتيكية أو الحيوانية يلي دايما بتروح للناحية الفرمونية دايما بقولكن النوتات الحيوانية باعتقادي وأنا أتلميسكن أنه النوتات الحيوانية دايما هي النوتات اللي تدعى النوتات الفرمونية اللي بتروح للإيسارة وما شابه ذلك العلبة أو الأنينة بيجوا بهذا الشكل هني أنينتين رح عملكون هالأرفيو بس على الديد وفنايت بيجوا بهذا الشكل بكيس مخمل مرتب بالإضافة إلى أنه هاي الأنينة معمولة يعني مثل البوليش لحتى تكون بهاي الطريقة والغطاء مطلي دهب 24 إيرات هلأ للناس اللي بحب الفخامة هذا الكلام كتير حلو وجميل ولكن للناس اللي تهتم بالعطر بهم العطر أكتر ولكن عند سؤالي للسيدة إليزابيت ليش قررته يكون يعني دهب أو ما شابه ذلك فالجواب كان أنه كل النوتات أو كل المكونات تبع هذا العطر نوتات طبيعية غالية الثمن يعني من العود إلى العنبر والنوتات الأخرى فكان المكونات الطبيعية الموجودة فيه هي سبب بغلاء ثمن لهذا العطر وبالمقابل إذا كان بدنا نقول أنه المكونات الطبيعية وغالية فمش قليل عليه الغطاء هيكون مطلي دهب 24 إيرات العطر جميل سباته رائع دهوم ممتاز ولكن ربما أنا أميل شوي لأنه العطر غالي أهتم ولكن كون المكونات الطبيعية بسوء كترت فيه المواد الإصطناعية يلي ممكن تحاكي المواد الطبيعية بأسعار اقتصادية يعني نوعا ما غالي ولكن المواد الطبيعية الموجودة فيه هي اللي كانت السبب بغلاء سعر العطر بالإضافة إلى الغطاء السيدة إليزابيت قالت أنه فيه بالشرق الأوسط موجود محلات وبأوروبا بريطانيا وبالمحلات الفخمة أعتقد بالدوحة والسعودية وأبو ضبي موجود لهم فروع يمكن إذا صح حلي أنه قدر أحصلها رح حط لكم إياها تحت بسندوق الوصف بالمقابل كمان يوجد خصم على هذا العطر 15% وعلى شقيقه أو العطرات الموجودة لسترينج لوف بالموقع الرسمي طبعا كما رح حط لكم اللينك طبعه تحت العطر الخمسين موجود منه 150 ملي و 15 ملي وموجود بأعتقد زيت عطري بيور السعر الخمسين ملي 495 دولار وسعر الميت ملي 795 دولار هاي الأسعار شوي يعني كبيرة ولكن اللي بحبي جرب أنا أنصح إذا ما كنت من عشاء العود جرب العبوة الأصغر اللي هي 15 ملي أو خد إذا كان الزيت أرخص منه جربوا أول وإذا حسيت أنه مستمتع بالتجربة أو مستمتع بالتجربة فيكن تطلبوه من الموقع اللي رح حط لكم تحت الوصف طبعه بالمقابل هو طبعا عطر للرجال والنساء هذا العطر رح تحس بخامة العطر كتجربة كنت كتير مبسوط فيها ولكن قبل ما تشتروا أنصح بي اللي قرر يشتري رحلة 15 ملي أول يجرب ولكن اللي هو من عشاق العود ومن أصحاب المغامرات والتبحر بأسرار العود أنصح في للعطر بس جربوا قبل ما تشتروا جربوا قبل ما تشتروا العطر مو سهل ولكن للعشاق أو المتبحرين بالعطور ممكن هذا العطر يكون واحد من العطور اللي ما بيستغنوا عنه بفيديو آخر إن شاء الله ولاحقا رح عمل ريفيو للعطر الآخر اللي موجود عندي وممكن نعمل مقابلة مع السيدة إليزابت وممكن حتى نعمل مقابلة مع مصمم العطر هذا العطر حبتلق لكم كونوا بخير بإمانة ترجمة نانسي قنقر